موسيقى سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من عبد البلد بلا مقدمات أرحب في حلقة الليلة بضيفنا دولة رئيس الوزراء الدكتور المرزاز أهلا بك دولة رئيس أهلا بك أخي محمد والله مسيكم بالخير ومسي المشاهدين بخير وشكرا لنبض البلد وقناة رؤية للاستضافة الكريم شرفتني يا سيدي حلقة الليلة سنقسمها حقيقة إلى محورين رئيسيين في الأول سنتحدث عن الموازنة والملف الاقتصادي وفي الثاني سنسأل دولة الرئيس أسئلة تشغل الرأي العام الأردني أبدأ من ملف الأول اليوم أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة أبرز ما جاء في هذه الموازنة وما هو الجديد فيها أخي محمد أهم شيء في الموازنة وأهميتها للوطن أهميتها للأردن أهميتها لكل أردني الموازنة تحدد كثير من الأمور حول أولوياتنا الوطنية للعام القادم فنحن هذه الأهم شيء فيها يمكن أنه هذا العام اشتغلنا عليها بطريقة مختلفة ما جبناها بشكل بيروقراطي يقرها مجلس من وزارة المالية يقرها مجلس الوزراء وبعدين بين مبعثها لمجلس النواب ومجلس الأعيان وصار في حوار حقيقي أنه إحنا نتحدث عن مفاضلة بين أولويات ما هي أولويتنا الأولى ما هي أولويتنا الثانية وتعكس الرؤية الوطنية وتوجيهات جلالة الملك في تحسين الوضع المعيشي للمواطن وتحقيق مزيد من النمو وبالتالي إذا بدنا ترجم هذا كله ترجمناه بمجموعة من المبادئ أولا لا ضرائب جديدة ليش؟ لأن القرارات صعبة أخذناها في الماضي وأخذتها هذه الحكومة في استحداث ضريبة الدخل اللي كانت ضرورية الآن خلص ما في ضرائب جديدة وهذا قرار لا رجعت فيه بالنسبة لموازن في 2020 وأيضا إحنا بحاجة إلى تحفيز الاقتصاد وتحفيزه بطريقة لينتج عنه فرص عمل حقيقية للشباب والشابات الأردنيات موضوع التشغيل يؤرق كل أسرة أردنية ما في أسرة أردنية إلا عندها مشكلة تتعلق في تشغيل بناتها وأبنائها في الاقتصاد وهذه ثروتنا إذا ما نجحنا في تشغيل شبابنا وشاباتنا العاطلين عن العمل نكون أسأنا في توظيف أهم مصدر عنها في نفس الوقت في عنا الرواتب والأجور لنا سنوات بالقطاع العام لم تتعدل هذه الرواتب والأجور وهناك صوت قوي بيقولك يا عمي أنا وضعي قوتي الشرائية اختلفت مع الوقت وهذه تصار فيها التوجيهات ملكية واضحة أيضا وهناك خدمات أساسية النقل والصحة والتعليم لسه المواطن بشكي وبحرقة من نوعية الخدمات التي نقدمها في هذه القطاعات والخدمات بشكل عام والشيء الأخير أهمية أنه نميز بين الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي الإنفاق الجاري هو الذي ننفقه على الرواتب والأجور والكلف التشغيل الرأسمالي هو المهم وهو الذي سيبقى فإحنا كبرنا الحيز لهذا الإنفاق في هذا الموازن هذا أتى بعد حوار مع مجلس النواب اللي كان المعنية فيه ومجلس الأعيان واللجان المعنية فيه وحوار خصوصا ركزنا فيه مؤخرا مع الشباب لأن الشباب هم المعنيين في المستقبل وهم سيكونوا قادة الغد وبالتالي كل الخيارات التي نعملها في الموازنة لها أثرها على المدى السريع والمتوسط والبعيد أنا بدي أخذ أنت ذكرت عدة محاور في موضوع الموازنة سأبدأ في موضوع لا ضرائب جديدة لا ضرائب جديدة ما فيش رفع أسعار لا على المي ولا على الكهرباء مثلا أقول لك وين ما فيه ضرائب جديدة نضيفها غير موجودة سابقا ما فيش مشكلتنا في المي والكهرباء خلينا ندخل فيها بشيء من التفصيل مشكلتنا في المي هي كهرباء بالمناسبة إحنا كلها في الطاقة في الأردن هي اللي عالية تقليديا إحنا صار عنا كذا أزمة أزمة طاقة انقطاعات لخط الغاز المصري في مرحلة معينة انقطاعات للوقود فارحنا واشترينا وتعاقدنا وشغلنا شركات مولدة للطاقة بأعداد كبيرة وبكميات هائلة وتعاقدنا وهذا طبيعي تعاقدنا معهم على عشرين و خمس و عشرين سنة شراء طاقة منهم لدرجة أنه صارت الطاقة اللي تنتج واللي إحنا ضامنين نشتريها أكثر من التي تستهلت فبالتالي إحنا بحاجة ماسة ونقوم بذلك الآن بعادة النظر بهذه الاتفاقيات وهي اتفاقيات قانونية تربطنا تربط الجهة المنتجة للطاقة ولكن إحنا بحاجة إلى إعادة النظر في بعض هذه البلد مهيد النظر في التفاهم مع هذه الشركات و إذا نجحنا و بحسن نية لكل الأطراف بخفض هذه الكلفة سنعكس هذا الخفض على المستهلك و على القطاع الإنتاجي وهو القطاع الأهم لأنه هذا القطاع اللي رح يعملنا فرص عمل لشبابنا و شاباتنا فإحنا معنيين بخفض الكلفة على المواطن و على صاحب العمل و شوفنا بالحزمة الأولى بعض الحوافز اللي منقول اللي بنتج أكثر و بستهلك أكثر طاقة رح ننزل كلفة الطاقة عليه فيها لأنه إحنا عارفين عنه إنتاج طاقة فائد كافة الاتفاقيات المتعلقة بقطاع الطاقة ستدرس تحديدا إنتاج الكهرباء الأولوية طبعا للمكلفة والأولوية للي حجمها كبير و كلفتها عالية و اللي لها مدى طويل مستمر طيب أنا بدي أحكي في الجانب الآخر و ذكرت موضوع الرواتب والأجور و زيادة فلس العمل نعم كيف؟ أخي محمد الرواتب والأجور إحنا قبل أكثر من سنة تقريبا عملنا اجتماع جبنا عليه ديوان الخدمة المدنية و اختصاصيين في هذا المجال و دعينا ممثلين عن القطاع العام و دعينا أيضا النقابات المهنية تعالوا يا جماعة خلينا نفكر في الاختلالات الموجودة في هذه المنظومة هذا النظام التعديل عليه صار بالقطعة و منشوف مرات وزرات فيها مكافآت وزرات فيها علاوات تختلف العلاوة من هون لهون نفس المهنة أو نفس التخصص في هذه الوزارة غير عن هذه الوزارة أو في هذه المؤسسة غير عن هذه العلاوات النظوم كلها مختلفة فكان في مطالبات و مطالبات محقة أنه يا أخي احنا بهذا القطاع ساونا بهذاك أو بهذاك ساونا بهذاك قلنا هذه ما بنا نعملها بالمفرق بالقطعة خلينا نشتغل مع بعض و نشكل الفريق و بسرعة أتى هذا الفريق المشكل من كافة هذه القطاعات و قال يا جماعة فيه اختلالات كبيرة حتى بالفئة الثالثة اليوم كان فيه اعتصام الفئة الثالثة بقطاع التربية و التعليم يقولوا يا جماعة احنا الوحيدين اللي ما بطلعناش مكافآت قطاعات و بالوزارات الأخرى بطلعن طلعن على الموضوع طلع فيه شيء في الكثير من الصحة فطلبنا دراسة هذا الموضوع و تعديله هناك دراسة حتيثة متكاملة حتى يكون فيه عدالة بين القطاعات عدالة داخل القطاع بالرتب المختلفة و الدرجات المختلفة و يكون أيضا فيه حافز على العطاء و حافز على التميز و حافز على الاستثمار بالتدريب و تحسين التهيئة هذا يدخل في إطار نظام ديواني الخدم المدني الجديد يعني بدي يدخل في هذا الإطار تماما و إن شاء الله كل وزارات رح تصفي سواسية في هذا النظام ما هو فيه فرق بين أنك تقول سواسية لأنه فيه 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 اختصاصات فيه درجات فيه رتب بالعكس أنت اللي بدك تعمله بدك تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وزارة الصحة مثلا اللي فيها طباء و ممرضين و صياد اللي بدك تأخذ خصوصية لوزارة فيها مهندسين و فيها هذا فيه وزارات فيها الخدمات الأخرى القانونية و غيرها فبدك تأخذ هذا كله بعين الاعتبار لكن فيه إطار واحد و منهجية وحدة اللي تشتغل فيها اللي تحقق فعلا التخصص اللي بتطلبه كل وزارة و تجلب عليه هذه الطاقات و بنفس الوقت نلاقي طريقة أنه نحفز الموظف العام على تحسين أداؤه و على تطوير أداؤه طيب لما نحكي عن إجراء تحسين الرواتب والأجور دائما يخطر على بال الأردني العجز و نحكي عن موازنة جديدة و نحكي عن موازنة راحة أو نحن في آخر أيامها و أنتو اليوم صار في إقرار لمشروع الموازنة و أتحدث هنا عن الحكم قديش قيمة العجز في الموازنة القادمة نحن العجز اللي كان مقدر السنة ستمية وستة واربعين مليون تقريبا المتحقق حتى اللحظة ثممية وثنين وثنين مليون السنة اللي جاي قديش متوقع العجز يكون في الموازنة أقي محمد إذا تصبر علينا كمان أقل من أربعة وشرين ساعة يكون بكرة في مؤتمر صحفي معالي وزير المالية بيخرج بالأرقام بالتفاصيل بالقرش والتعريفة و كل رقم برقمه و بيوضح قديش النفقات قديش الإرادات قديش العجز نحن العجز في الموازنة الأردنية مزمن طول عمرنا ونحن عنا عجز طموحنا ومن هنا أهمية إشراك الجميع في هذا الموضوع أن نبدأ باتجاه حتى لو العجز عننا اليوم موجود وأولويتنا اليوم هي تحسين الأجور والرواتب وتحفيز القتصاد مما يتطلب مزيد من النفقات و قد يؤثر ذلك على العجز ولكن على المدى المتوسط علينا أن نضع خطة واضحة جدا لإراداتنا المحلية تغطي نفقاتنا الجارية لا يجوز أن نستدين مستقبلا حتى نغطي نفقاتنا الجارية هذا المبدأ الأساسي الذي يجب أن نتعاهد عليه طيب و نعمل من أجله بس أنت قلت إحنا اليوم لما نرفع الرواتب هذا ممكن يأثر على عجزنا ما هو كيف ترفع الرواتب تزيد النفقات إحنا أصلا كنا في السنوات السابقة نفقاتنا أكثر من إيراداتنا هذا هو العجز أنت عندك كأسرة أسرة يجيها دخل 100 دينار أو 200 دينار أو 300 دينار و تصرف 110% بدل المئة التي تأخذهم معناته فيه عند هذا العجز ياب تأخده منح ياب تأخده قروض ياب تأخده بشكل آخر هذه الظاهرة إذا هذه القروض راحت لا استثمارات رأسمالية أنا إذا عم بأخذ القرض عشان أبني شيء منتج أقدم خدمات حقيقية بالطاقة بالمياه بالطرق بالنقل العام لا غبارة عليه إذا أنا عم باقترض بس عشان أصرف على حالي من يوم ليوم مشكلة هذه المشكلة اللي بنا نتعلم حيني أروح من جهة ثانية يتداول اليوم أنه فيه عندنا مليار و 300 مليون تقريبا عجز في موازنة العام المقبل يتداول يتداول أنا واضح قلت يتداول وهنا فيه فرق فيه فرق في الألقام هل هذا الفرق سيذهب لتحسين الأجور أو لدينا مشاريع رأسمالية حقيقية في العام المقبل حتى أولا جزء كبير منه سيذهب باتجاه تحسين الأجور جزء كبير لنقلة هناك نقلة حقيقية نوعية آمل أن يعني يلمسها المواطن ويشوفها بكرة على قديش عام نزيد الاستثمار الرأسمالي نسبة الزيادة من أعلى النسب اللي شهدناها من سنوات عديدة ثانيا علينا أن نتأكد أنه الإرادات اللي منقدرها للمستقبل هي إرادات قريبة إلى الحقيقة ونتحفظ في تقديرها حتى ما أعجي أنا أقول رح يجيني مليارين من المصدر الفلاني ونجد بعد تقديرات المنح تقصد تقديرات الإرادات كانت فيها مشكلة السنة تقديرات الإرادات كانت فيها مشكلة وهذه المشكلة تأتت بشكل أساسي أولا أنت تتوقع النمو الاقتصادي للسنوات القادمة كل العالم والمنطقة العربية بالتحديد كانت توقعات النمو أعلى من ما تحقق الأرض الواقع فهذا مفهوم أنت بتعمل تقديرات للمستقبل وبطلع بس الجزء اللي لاحظنا أنه كان فيه عنا تهرب ضريبي وهذا يحتاج إلى آليات عمل مختلفة إحنا عنا مواطن بدفع اللي عليه وآخر يتهرب ضريبيا فهناك حاجة ملحة لمحاربة التهرب الضريبي ومحاربة التهريب الجمركي هذه الظواهر تقلل من إرادات الحكومة وتنعكس في عجز إضافة على بين التمي بما أنك ذكرت تهرب المواطنين بعض المواطنين من الضريب بعض المواطنين لأنه فيه أولا نسبة عالية ملتزمة وحتى أكون واضح أحيانا هناك سوء تقدير من ضريبة الدخل للضريبة والآن نحطينا آليات للتظلم لأنه ليس بالضرورة كل ما يقدره ممثل الضريبة مبنية طيب فيه تخفيض على ضريبة المبيعات وعلى الجمارك إحنا ننظر إلى هذه الحزمة ومن زمان قلنا أنه يا جماعة فيه عندنا خلل في نظامنا الضريبي أنه إحنا نعتمد على ضريبة المبيعات والجمارك بشكل كبير وأقل على ضريبة الدخل معظم دول العالم تعتمد على ضريبة الدخل أكثر طيب وضريبة الدخل هي التصاعدية اللي بيقول بحكي فيها الدستور فأينما وجدنا فرصة للآن بما أنه ضريبة الدخل بالـ 2020 عمليا إراداتها رح تيجي لأنه هي قررت إلى 2019 وستبدأ إراداتها مرحلة أولى 2019 مرحلة ثانية عشرين عشرين فأينما وجدنا فرصة إلى الانتقال من هذا إلى ذاك سنقوم بذلك في المبيعات وفي الجمارك بمبدأ الفرق بين الضريبة غير المباشرة و المباشرة أنا ضريبة الدخل بأخذها من الشركات اللي حققت ربح اللي حققت الدخل فمن هون إيجابيتها إذا أنت اليوم سنة صعبة عليك ما حققت أي دخل أو خسرت لا سمح الله ما أخذ منك ضريبة الدخل هذا الفرق بينها وبين ضريبة الجمارك و المبيعات و الضرائب الأخرى و كذلك المواطن في دراسة لضريبة المبيعات في دراسات على هذا الموضوع في سيناريوهات عم نشتغل عليها بعضها سيعلن عنه في القريب العاجل لكن خلي لكل حادث سيكون هناك أعلان حول موضوع الضرائب في الأردن و أرسوم الجمالية بالتأكيد إحنا في عنا حزم إحنا زي ما بتعرف الحزم الأولى اللي طلعناها كانت للتحفيز و كان فيها تخفيض للرسوم في العقارات و الرسوم في بدي أجيك عليهم يلا هذول عليهم علامة سؤال و بنسأل لها بس قبل ما أنهي اليوم المواطن بسأل أنه اعتمدنا على الذات شدينا الأحزمة و ربطنا و لسه بنحكي عن موازنة ممكن تكون صعبة و عجز أكبر شو بيقول للمواطن لما أنا بطلب بقوله فيها عندك عجز أكبر و لسه هاي الموازنة بيكتدير بالك هاي صعبة أنا بدي أميز بين موازنة صعبة أنا أنا ما بقول هاي هاي الموازنة هي التي ستتيح لنا الفرصة لتحقيق ما نصبه إليه المواطن الأردني بيقول لك أنا بدي أحسن راتبي أحسن مستوى المعيشي بدي تحسنه للصحة والتربية والتعليم و بدنا فرص عمل هذه الموازنة تسعى إلى ذلك طبعا بالشراكة بدأت تكون مع القطاع الخاص بالشراكة مع كل المؤسسات بالشراكة كما وجه سيدنا أن يكون هناك تكامل في الأدوار بين السلطات الثلاث لتحقيق هذا التصور فأنا لا أسميها إنها موازنة صعبة إحنا كان أمامنا خيارات صعبة لما بدك هل تزيد الضريبة ولا هل تتعلم قلنا لا إحنا نؤمن بقدرة هذا الاقتصاد على الانتقال وعلى إلى ما هو أحسن وعلى أن نقف على رجلين ونحقق المزيد من النمو وينعكس للتشغيل أنا رح أجل الحزم الاقتصادية اللي اتخذتوها وقاراتكم ومؤخرا في إطار هذه الحزم حتى نسألك أين هذه أين العكاس كل ذلك على المواطن ونتحدث أيضا في ملفات أخرى وكما ذكرت في بداية الحلقة حول ما يشغل بالأردنيين من تعديل وملفات أخرى مطروحة على طاولة الحكومة فاصل قصير ومن ثم نواصل حوارنا ابقوا معنا نواصل حوارنا ووظيفنا الكريم أنا توقفت أنهينا جزء بما يخص الموازن لكن أيضا حزم اقتصادية علنتنا الحكومة حزمتين أعلنتوا عنها ومتوقع لأننا حزمتين مختلفتين بس أنا بدي أعرف اليوم هاي الحزم اللي أخذنا فيها قارات قديش أثرت على الاقتصاد قديش رح تأثر على إدارة الدولة الأردنية لأن المواطن عنده مشكلة في اقتصادنا الوطني وعنده مشكلة في إدارتنا لبعض المؤسسات يعني يمكن السؤال اللي بسأله المواطن طيب أنا يعني شو استفت شو شو استفت من كل هالحزم والحقيقة أنه إحنا قصدنا أنه يكون فيه استفادة مباشرة وسريعة على المواطن تنعكس بشكل آني في مجموعة من هاي الإجراءات وفيه إجراءات تانية طبعا لها علاقة في تحفيز الاقتصاد والنمو على المدى القريب والمتوسط بس مثلا إحنا لما نزلنا السيارات رسوم السيارات والضرائب عليها السيارة الصغيرة نزلت تقريبا 2800 دينار في سيارات نزلت ضريبة جمركية عليها أكثر من 50% فهناك وليش عملناها بس إحنا زدنا نعم زدنا السيارات وإحنا عنا مشكلة نقل وعنا اقتضاد في السيارات ونقول بنا نعمل منظور النقل نعم ما زدنا السيارات نعم نزلنا نعم نزلنا سيارة هم سيزيدوا السيارات في الشوارع آه زدت العدد طبعا أيوة أشكرك هون بيجي الفرق بين في معالجات آنية وفي معالجات على المدى هيكلية على المدى المتوسط والطويل إحنا لا بديل بالأردن عن نقل عام حقيقي يعني بمستوى متاح لشبابنا وشاباتنا بالمحافظات للانتقال إلى مواقع عملهم وبشكل موثوق نعرف الباص أيام تبدو يطلع أي ساعة وأيام تبدو ينزل ويكون على مستوى من النظافة والأناقة والدفع إلكتروني وكل هاي الأمور هذا الموضوع رح يأخذنا كمان بالألفين وعشرين والفين وواحد وعشرين والفين واثنين وعشرين رح يكون عنا خطوات هامة جدا ستنعكس لكن واقع المواطن اليوم اللي عايش بقاري يوم بده يروح يشتغل في محله بقول لك أنا بتكون تدفعه لي ٥٠٠ ليرا وكلها بدي أدفعها مواصلة اليوم هو مضطر أنه يشتري سيارة وبدو يشتري سيارة من السيارات الصغيرة فإحنا عشان هيك أيضا نميزنا بين السيارات الفارهة والسيارات الصغيرة حتى نمكن هذا المواطن اليوم ما عنده طرف الانتظار كمان نقول له كمان سنة طول بالك على هذا الموضوع وخفضنا بالعقار بالعقار الرسوم على الشقة اللي مساحة ١٥٠ متر نزلناها شهرين لا سيدي أيوة هذا مهم إحنا نزلنا لشهرين الرسوم بـ ٥٠٪ على كل العقارة ليش؟ لأنه في عنا كم متكدس من الشقق والبيوت والأراضي والكذا اللي بده يبيع ما حدا قادر يبيع وما حدا بده يشتري فعنا كم متكدس إحنا بدنا خلال هالشهرين نخلص ونشجع الناس على تبادل وبيع وشراء هذا وبنفس الوقت عم نشتغل مع القطاع قطاع الإنشاءات بشكل عام والمقاولين على تعالوا يا جماعة خلينا ننشط هذا القطاع وعطيناهم حوافز كبيرة جدا تتعلق بالكثافة السكانية تتعلق بالتمويل تتعلق بكثير من الأمور اللي راح تساعد هذا القطاع وسينظر في هذا الموضوع لاحقا حتى في موضوع الرسوم بالنسبة إلى المقاولين والمتعهدين والشركات الهندسية والمكاتب سيعادل نظر في هذا القهار عند انتهاء مدته حتى نشوف بالجدد ولا لا وجديد لهذا القهار أم لا نعم لأنه احنا أقول لك احنا كل قرار بناخده في البداية بنا نشوف أثره طيب إذا كان أثره فعلا ينعكس بالطريقة اللي احنا بدنا إياها على أرض الواقع منكمل طيب أنا مش هعدهم بس احنا بنحكي عن 62 هيئة اليوم في هيئات أخي محمد إلها دور رقابي تنظيمي مهم جدا طيب وهاي بالعشرات ديوان المحاسبة البنك المركزي هيئة المستقلة للانتخاب كلها كلها وقت هذي كلنا مسلمين فيها وهي دستورية وهي دستورية أوك الآن في هيئات أنشئت وصار في مبالغة فيها بعددها مثلا احنا دائما بعطي هذا المثال قطاع النقل في معظم دول العالم في هيئة للنقل تنظم النقل وتشبك بين وسائل النقل المختلفة والسياسات اللي فيها احنا عنا نقل بري ونقل بحري ونقل جوي ونقل سكة حديد ونقل كذا وكأنه احنا يعني دولة فيها مئة مليون نسمة ومتسعة لهذا لا يا جماعة احنا خلينا نطلع على إدارة هذا القطاع وهذا ينطبق على قطاعات عديدة وعننا دراسة متكاملة احنا جادين في هذا الموضوع الشركات والهيئات والمؤسسات اللي دمجناها هي تندمج بشكل حقيقي والوفر اللي بدو يجي فيها حتى نكون واضحين احنا مش رح نرمي الناس بالشارع في في ناس رح يكون في لهم استيعاب في وزارات اخرى او في الوزارة الام لهذه الايئة ولكن بصراحة مجالس الادارة والمفوضين والخدمات والسيارات والمكاتب وال هذه الامور اللي رح يصير فيها وفر وايضا دائما نمتطلع على الكادر تبع هذه الايئات تتوقع انه مفروض يكون كادر غالبي تفني مش اداري لا في كثير من هذه الايئات الغالبية اداري فدمج هذه الهيئات مهم لكل هذه الاسباب فيه جزء منها مالي ولكن حتى تنظيم القطاعات المعنية بفيد انه تكون فيه دمج اخر الهيئات ومتى منتوقعه احنا رح نعلن عن حزم قادمة قبل نهاية السنة رح يكون في عنا وجبة اخرى من الهيئات اللي رح نعلن في الحزم قبل نهاية العام قبل نهاية العام لانه هذا عمل عمل دقوب عم بقوموا فيه اصحاب المعالي الوزراء والمعنيين الهدف منه ترشيق الجهاز الاداري احنا كل ما زادت هاي الهيئات كل ما بتتعدد المرجعيات للمواطن للمستثمر اللي بده ياخد اذن لشغلي بصير يعني احنا عنا دمج الهيئات خلال هذا العام او في الحزم القادمة وشو فيه ملامح ثانية للحزم القادمة الحزم القادمة بنا نحكي فيها بشيء من التفصيل اكثر على موضوع الرواتب والاجور نحكي فيها اكثر على الاصلاحات في نظام الخدم المدني نظام الخدم المدني نفسه يعني بحاجة ماسة الى الى اعادة نظر وناخذ بعين الاعتبار كل اللي تعلمناه من تجارب واداء هذا الجهاز الجهاز قطاع العام بشكل عام طيب رح يكون التركيز ان شاء الله لها رواتب واجور ودمجهيئات وايضا نظام الخدم المدنية هذه الحزمة القادمة اليوم هم الاردنيين الفقر والبطالة صحيح الفقر شو عملنا فيه انا بقول لك وعلى هالسيرة الناس بتسأل على خط الفقر وقديش وقديش خط الفقر وعدنا من زمان يا سيدي انك تحكي بنا قديش خط انا بقول لك شو اللي وعدت فيه وشو اللي احنا ملتزمين فيه بالمناسبة احنا قلنا من زمان انه نسبة الفقر بالاردن حوالي 15.7% هذا اعلننا عنه من زمان من زمان قلنا انه هناك حوالي مليون مواطن نقدر نعتبرهم فقراء لكن الان في المعايير العالمية لدراسة الفقر بتقول لك الفقر متعدد لأوجه احيانا سبب الفقر هو عدم وجود تأمين صحي لدى الأسرة وهذه الأسرة عندها شخص مسن او شخص عنده عاقة يتطلب كلف عالي احيانا سبب الفقر هو فقر حقيقي في الراتب وفي الأجور وفي الدخل مرات الدخل من مصادر أخرى يكون عنده احنا اليوم موسم من بيع الزيتون او الخضرة او الكذا يفوق دخله من الراتب اشكال الفقر تختلف وبالتالي معالجة الفقر تختلف من فئة حجم الأسرة يؤثر اللي راتبه 700 دينار اليوم إذا عنده عشر عشر أفراد في الأسرة ما رح يكفي اللي راتبه 700 دينار وهو لحاله يعيش كويس فلم يعود هناك مقياس سطر واحد خط واحد نقطة واحد نسميها هذا هو خط الفقر إذا أنت تحته يا ويلك وإذا أنت فوقه بشحطة أنت بتجنه وإذا أنت تحته أنت بجهنه مش هيك لذلك مشروعنا فيما يتعلق بالفقر هو الدعم التكميلي احنا نشوف شو اللي ناقصك هل ناقصك الجانب المادي في دعم مادي هل اللي ناقص تغطية لكلف النقل ولا الصحة ولا التعليم نركز عليها وهذا بدنا فيه وفيه أرقام كويسة حققناها لغاية الآن يعني إذا بس الأهم منه اللي أنت سألت عنه موضوع التشغيل لأنه إحنا بالأردن خليني أكون واضح إذا ما عالجنا تحدي التشغيل لن نتمكن من معالجة تحدي الفقر بشكل جذري لأنه التشغيل هو المشكلة الأساسية التي إذا حلناها إذا صار فيه فرد وفردين وثلاثة يوما ما بالأسرة الكبيرة يشتغلوا هيك الكل بشيل مع بعض وهذا المؤشر الخطير في الأردن مقارنة مع معظم دول العالم هو نسبة المشتغلين إلى غير المشتغلين وهي نسبة متتنية طيب بس أنا أذكر أنه في موضوع خط الفقر نسبة الفقر وعدد الفقراء هو المؤشر اليوم وأنتم لا ستطلعوا إشيء اسمه خط فقر انتهى هذا معادل لن تكون بهذه الطريقة خط الفقر أنه كان موجود اللي كان وكان موجود في كل العالم هلأ الناس بتقول لك تعال يا عمي أنت تطلع على بتقسم التوزيع الدخول وليس الأجور بالمناسب يعني الأجر دائما هو جزء من الدخل مرات تكون مأجر غرفة مرات مأجر شقة تانية مرات عنده دخل من مصادر أخرى مرات أبنائه من الخليج بيساعدوه هذا هو الدخل وهذا يختلف عن الأجر ونطلع على استمرارية هذا الدخل فلذلك يعني لم يعد من المجد أنك تطلع على رقم واحد وتختزل هذه الظاهرة المعقدة اللي بدها حلول تختزلها برقم وتقول أنت فوق السطر وأنت تحت السطر طيب هنا أنا بيجيني سؤال أنك في اللحظة الأولى اللي تسلمت فيها وكلفتها بتشكيل الحكومة وتصريحاتها كالأولى كانت شعارات اليوم توصيفها أنها شعارات كبيرة لم ينزل منها شيء ودخلنا بعقد اجتماعي جديد نهضة ثورة صناعية واليوم شو حققنا منها سؤال بيطرحوا كل أردن وين راحت هاي الشعارات موجودة من المسهى وين وين النهضة أخي محمد هاي الشعارات لا يجوز أن تكون شعارات حكومة الرزاز هل إحنا في الأردن نسعى أو نحلم بالنهضة أو بالارتقاء بمستوى المعيشة وكل المؤشرات اللي كل دول العالم تصبوا إليها إذا لم يكن ذلك فخصارة حرام إحنا الدول كلها في العالم بتحط غايات تسعى للوصول إليها ما بصير أنت تحط هاي الغاية وبعدين بعد بستة شهر ولا بسنية ولا كذا تقول إيه وينها ما وصلناش لدولة النهضة هي هيك هذا مراثون مش سباق مئة متر بدنا نتفق إذا ما عنا العزم وما عنا التصميم أن نصل وأن نبني وأن نراكم يوم بعد يوم وحكومة بعد حكومة وإحنا راكمنا على الحكومات السابقة والحكومات تأتي وتذهب وبعدنا رح يجي حكومات أخرى بدنا نحط خط طويل وجهة نظر وتوجه على المدى إذا هيك بدنا نحاكم هذا الموضوع لن يكون لدينا لا صمح الله لا الصبر ولا الجلد لكن إيماننا بأن الأردنيين قادرين وقيادة وشعبا هو اللي بيخلينا نقول أنه نعم مش عيب يا إخوان نحكي بالنهضة وإحنا لتزمنا كحكومة أنه كل سنة حطينا أهداف محددة قلنا نطلعكم عليها إحنا بشهر 12 مع نهاية السنة رح نعمل جردة حساب ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق وإذا لم يتحقق من كل الشعرات من الثورة الصناعية ومن النهضة ومن العقدة الاجتماعية هذا أنت ماهيم أنت مش فيه إشي اسمه نهضة بتيجي بتعمله وبيصير هيك هاي هاي نهضة جبت لك إياها نهضة حالة حالة اقتصادية اجتماعية سياسية بعيشها المجتمع النهضة معناته أنه تبطل تفتح شباك السيارة وترمي الشغلة على قارحة الطريق والنهضة أنك احترام الآخر وحل المشكلات النهضة هي مستوى المعيشة ومستوى التعليم النهضة هي كيف نتعامل مع الآخر على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وفي الواقع وعندما نراهم كيف تتعامل مع جيرانك هذه كلها منظومة مستوى المعيشة الخدمات هذا مشروع علينا أن نحدد هذا المشروع ونحدد الخطوات الجزئيات وإيش بيجي قبل إيش بعض الأمور بدها حل يعني حل آني وعشان هيك ناخد بعض الأحيان أجراءات آنية في سوق العقار في كذا وبعضها بدك تبني تراكم بدك تغير تشريعات تتغير أنظم يعني مشروع النهضة مشروع عابر للحكومات أفهم من كلامك سيدي إذا لم يكن كذلك فلن ينجح هذا مشروع وجهنا به جلالة الملك في كتاب التكليف السامي وهو ليس مشروع حكومة وحدة وإذا اقتصر نحن بهذه الحكومة نتعهد فيما التزمنا به والتزمنا به ليس بس بالشاشة موجود على موقع رئاسة الوزراء موقع الإلكتروني يحدد فيه ماذا سننجز بال2019 وماذا سننجز بال2020 وبالتاريخ وإذا أنجزنا سنقول الحمد لله تم إنجازه بتعاون الجميع وإذا لم ينجز نسبة الإنجاز اليوم قديش نسبة الإنجاز آخر مرة اطلعت على المؤشر تجاوزت 70% هذا عن الربع الثالث لأننا الآن دخلنا الربع الرابع لم أرى الأرقام مؤخرا بس بشهر 12 قبل نهايته سنعلن هذه الأرقام هذه ليس فقط أرقام صماء هذه منهجية في العمل نقول إحنا يا إخوان سنتعهد بألف وبا وجيم وإنتوا لكم الحق تسألونا وتحاسبونا على هذا الأداء هذه علاقة فيها طيب تطوير لهذه العلاقة بين الحكومة التي تقدم الخدمات وتأخذ الإرادات وبين المواطن الذي من حقه أن يسائل هذه الحكومة وأن يساهم في عملية التنمي طيب وهنا أنا وأنت ذكرت العلاقة على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا بدي أرجع بس بسؤال أخير قبل الفاصل في موضوع التنمر والمصطلح الأخير التنمر على الحكومة الحكومة تتعرض للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا على علمي ما شفت أن الحكومة كانت مصدر هذه المقولة مؤخرا وقد أكون مخطط لكن ظاهرة التنمر بشكل عام تنمر بين الأشخاص موجودة في الأردن وفي العالم وظاهرة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي موجودة موجودة بين الناس موجودة بين الناس والحكومة موجودة على كل المستويات هذه ظاهرة موجودة في العالم وسائل التواصل غذتها وأغنتها بس دعونا نرجع شوي حتى لا نغرق بالتعبير والتسمية ونقول إحنا وسائل التواصل الاجتماعي أنا من الناس المؤمنين فيها لأنه أولا هذه تكنولوجيا موجودة أنت ما بتقدر تقول بدي إياها ولا بدينا شيئا هذه موجودة وهي جزء من التطور التكنولوجي لكن كل ما صار الإنسان قادر على الوصول إلى المعلومة بشكل أسهل كل ما امتلك الحقيقة وبالتالي قدرته على اتخاذ القرار ووجهة النظر لكن للأسف إذا هذه المواقع ملأة بمعلومات مغلوطة أطلقنا منصات ترد عليها نعم اطلقنا منصات اطلقت الحكومة منصات عديدة تماما تماما ونستمر بها احنا عندنا منصة تحقق تعرف وهاي المنصة بكل تجرد وبتأخذ الإشاعة وبتحط جنبها موقع الحكومة بس أنا مضطر أتسأل كمواطن الآن أردني مثلا موضوع الخبز خبز الأردنيين طلعت إشاعة قبل فترة أن هذا الخبز فيه مواد مسرطنة تضاف إليه تضاف للطحين وتضاف للعجين والبلد كله اشتغل في هذا الموضوع ومبارح كنا في مجلس النواب وردته عليه وأحد النواب الأكارم كانت بيسأل هذا الموضوع وحقه وواجبه لأنه هذا شغل لما اندرس الموضوع تبين بكل وضوح وشفافية أنه منظمة الصحة الدولية تؤيد هذه الإضافات وهي فيتامينات تساهم في نوعية فأنا بسأل حالي في هذا الموضوع من هو الذي يعني وضع على المواقع المواقع الاجتماعية أنه هذه المواد المسرطنة هل كان يعلم هل كان اجتهاد هل كان يعلم أثر ذلك على الأسرة اللي عم بتطعمي أولادها خبز وتقول الله بيعلم شو وقبل بيومين بس آخر لما كنا كأردنيين فخورين بأن البترة وصلت مليون سائح وقيل بعد ذلك أنه لا هذه السائحة هي صديقة وزيرة السياحة والموضوع مدبر والموضوع مش عارف إيش وكذا وتبيننا الموضوع طاليا طبعا لا مش صحيح فلماذا طيب في فرق هائل بين المعلومة وبين وجهات النظر طيب أنا رح أرجع بعد بعد الفاصل قصير رح أسألك عن التعديل الوزاري الأخير ورح أسألك جملة من الأسئلة اللي بحتاج فيها لإجابات سريعة فاصل قصير ومن ثم نواصل ابقوا معنا نواصل لحوارنا في محوارنا الأخير من حلقة الليلة ونتقل مباشرة إلى محوار التعديل الوزاري وأريد أسألك ما الجديد في هذا التعديل أولا الجديد هو أن نضم مجموعة من الزملاء إلى هذا الفريق ويعني إحنا ما نحتكم إليه هو مخرجات هذه الحكومة ومن التزمنا به هو كتاب التكليف السامي بمضامينه أنا كرئيس وزراء واجبي أن نحقق هذه الأهداف على أرض الواقع بين الحين والآخر يستلزم ذلك تغيير في هذا الطاقم إما كأفراد أو لضمان القدرة على العمل كفريق شو المعيار اليوم اللي بدخل فيه وزير وطلع فيه وزير المعيار هو قدرتنا على كفريق على أن نحقق ما التزمنا به وهذا موضوع بالمناسبة يعني ليس غريباً والحكومات السابقة صار فيها عدد الوزراء اللي دخلوا وطلعوا أيضاً كان في بعض الأحيان يفوق العدد اللي نعملنا مش هذا هو المعيار أربع تعديلات فيه في سنة ونصف الحكمة والعبرة مش بعدد التعديلات لا المواطن الحكمة والعبرة في هل هذه الحكومة تنجز ما التزمت به بالمناسبة المواطن لسه بيعتقد أنه هذه الطريقة اللي بيجي شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو كذا بيجي على الموقع الوزاري ويطلع براتب تقاعدي احنا أول قرار أخذناه في الحكومة هو تعديل تقاعد الوزراء حتى أي وزير ما له عشر سنوات خدمة في القطاع العام لن يحصل على الرغم فإحنا لما نطلع على التشكيل معظمهم جايين إما كانوا وزراء في حقائب سابقة مثل وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والعديد منهم يجوا من خبرة غالبيتها في القطاع الخاص فليس لديهم عشر سنوات فأنا أراهن أنه غالبية الداخلين والخارجين ما رح يطلعوا براتب تقاعدي احنا الهدف هو أن نحقق إنجاز على الأرض يلمس المواطن تعديل أتى لتحقيق الإنجاز وأن يكون الوزير فاهم بمجاله وميداني ويتواصل مع الناس عنده قدرة على الاستماع وعنده قدرة على حل المشاكل ناهيك عن المعيار الأهم ونزاهته ونظافة يده بس أحكي لك أسئلة الناس ناس تقول لك معيار الصحبة عند دكتور عمر الرزاز صاحبه اللي بيجي وزير تماما سيدي هذا أو أشكرك بصراحة أنك سألت هذا السؤال أنا بالنسبة لي أنا أساءل على أداء هذا الفريق الوزاري بعض الوزراء عرفتهم كزملاء في العمل وشفت عملهم على أرض الواقع وراهنت أن هذا إذا إجعل هذا الموقع سيقدم الكثير للوطن لأن هذا الموقع ليس سهل و بدك واحد يجمع بين معرفة في كيف يدار القطاع العام ولكن أيضا عنده قدرة أن يغير واقع الحال و يطوره إلى الأحسن إذا جبت واحد بيعتقد أن طول عمره في القطاع العام و كل شيء خير و بركي و كذا هذا ما رح يطور و إذا جبت واحد من القطاع الخاص ما بيعرف شيء عن القطاع العام رح يصطدم في البيروقراطية فدائما هناك خيارات ليست سهلة من هو الأقدر على القيام و نحن نتخذ قرارات نخطئ و نصيب كأفراد و كمجموعة و بالآخر نقول خلينا نشوف أداء هؤلاء على أرض الواقع أنا بظني في هذا الموضوع و بدي أسألك وزير النقل وزير النقل البعض بقول لك شو دخل في القطاع كله ليش إجا وزير النقل هذا جزء من الأسئلة من تحقيق كله أنا بالله اشتغلت معه لا أنا وزير النقل بالتحديد ما اشتغلت معه و التقيته مرتين في هذا لأني أقول لك شو اللي صار إحنا مشكلة النقل عنا بالتحديد تعرف كم وزير نقل تغير على كثر من جوع كثر يمكن ما في واحد صمت ست شهر بالخمس سنوات الأخير صحيح المشكلة عنا وين إنه عم بيجيك متخصص من قطاع نقل واحد يعني هذا خبير بالطيران هذا خبير بالبنية التحتية نفس مدنية كذا اللي إحنا بحاجته اليوم هو شخص بفهم اللوجستيات و منظومة اللوجستيات و كيف ترتبط وسائل النقل ببعضها ببعض النقل العام مع النقل الخاص مع وسائل النقل المختلفة و كيف تزيد من فاعلية و كفاءة هذه المنظومة قابلت أنا ثلاث أشخاص طلبت مين في عندنا في الأردن ناس مهنيين عندهم تخصص ما يسمى السبلاي تشين لوجستيكس و هذه شهادة معتمدة في هذا الموضوع قابلت مجموعة أحدهم كان اشتغل في المتكاملة على الشركة المتليهة شكل الشركة البساط كان عنده هذا الطموح و كان عنده هذا القدرة نعم هو شاب و أنا بالنسبة لي بالعكس لما بشوف شاب عنده هذه القدرات بحس أنه علينا أن نراهن عليه و بالآخر بدنا نشوفه على أرض الواقع أنا بتمنى من الجميع أنه يراقب هذا الأداء و يشوف إذا عنا و كلنا و هذا ينطبق علينا كلنا إذا أداءنا بمستوى التحدي و ننتقل بهذا القطاع إلى الأمام فالله يعطيه العافي والله يقدره كل الدعم و إذا أي واحد فينا لم يستطع ذلك كان فيه اعتذارات أثناء التعديل الأخير لا ما اعتذر أحد طب كان كنت ذلك توزر نواب توزر نواب حاليا النواب الحاليين النواب الحاليين يا سيدي لعني أقول التالي في مجموعة كبيرة من النواب الحاليين على مستوى عالي من الثقافة و الدراية و القدرة على أن يتولوا هكذا مناصب لم يحن الوقت لذلك بعد و يعني لكن أنا ما عندي شك أنه مجموعة كبيرة من القيادات في مجلس النواب على قدرة عالية في هذا المجلس دكتوز ما جاوبني سؤالي أنا سألتك بدك كنت هل فكر رئيس الوزراء هل عرض رئيس الوزراء توزير نواب في هذا المجلس لم أعرض لم أعرض طيب لم تعرض و أنا أظن في ذات الإطار كنت صاحب الولاية العامة في التعديل و هل أنت صاحب ولاية عامة أصلا أخي محمد موضوع الولاية العامة منظلنا نحكي و نرغي فيه على الفاضي هذه الحكومة برئيسها و فريقها تتولى المسؤولية الكاملة عن كل قرار يصدر من الحكومة أنا كشخص رئيس الوزراء و فريقي نتحمل هذه المسؤولية بالكامل هذا الحديث أنه لا هذه بتيجي من فوق و هذه بتيجي من كذا و هذا ما لهش علاقة له صحيح و له مفيد و وبصراحة ليس في مصلحة أحد إحنا الحكومة منقول إحنا مسؤولين عن القرارات اللي منتخذها و حاسبونا إذا قصرنا تجي تقول لي لا أنتم مش صاحب القرار فبتمنى أن نضع هذا الموضوع جانبا حتى نعرف نشتغل و تحاسبونا على الإشي اللي مشتغلوا و القرارات اللي منأخذها نحن المسؤولين و نحن المسائلين الرزاز ألم يخسر رصيد الشعبي اللي دخل فيه على الحكومة منذ تشكيلها كان عندك رصيد شعبي و حتى كل الدراسات اليوم تضعك في موقف لا تحسد عليه طبعا في كل الأرقام أخي محمد أولا أنا أدركت من البداية أنه سقف التوقعات و الظروف اللي إجا فيها التغيير الحكومي أدت إلى سقف توقعات عالي جدا ليس سهل التحقيق لا علي و أنا اجتهد الإنسان يجتهد يخطئ و يصيب لكن كنت أتوقع أن هذا السقف من التوقعات سينزل لأنه عندما نرتطن بالواقع بالتحديات على أرض الواقع ليس هناك يعني ليس هكذا يتم التطوير في في سيرورة لهذا الموضوع في تحديات على أرض الواقع يجب أن نتجاوزها أنا بقول دائما الله يعين كل واحد على حمله هذا الحمل ليس بقليل وأترك الحكم للناس على هذه أداء رئيس الوزراء وأداء الحكومة وجزء كبير من هذا الحكم سيكون بعد حين لأنه أنا هناك فرق أخي محمد بين أن يكون الإنسان شعبيا أو أن يكون شعبويا بالتحديد أن تكون شعبويا يطلب أن تدغضغ عواطف الناس في كل ما يريدونه بشكل آني حتى ترضي الناس بشكل مباشر بغض النظر عن الأثر على المدى المتوسط والبعيد لم تكن رئيس وزراء شعب في البداية كان التوصيف هذا الفرق بين الشعبي والشعبوي هناك قرارات صعبة على الشخص في هذا الموقع أن يتخذها وهذه القرارات الصعبة قد تخلق لك أعداء ورائعان معارض لأنك أنت عارف أن هذا القرار ليس شعبوي ولكنه في مصلحة الوطن ولاحقا سيكون له أثر شعبي بنتائجه وليس بيئة فأنا برجع بقول يعني الله عيننا كلنا على هذا الحمل و نترك الحكم في ذلك للمواطنين وهذا حقهم كويس عندي جملة من الأسئلة السريعة و بدي أبداها من مشاريع لندن وين مشاريع لندن صارت و نحن أنهيكنا و نبحث عن المشاريع و حدث هنا عن كاد الرؤية لقيتنا خمسة في الموية و لم نلقيناش غيره آه طيب الهدف من لندن كان هدفين مش هدف يعني واحد منهم كان أنه نتجه إلى الجهات المانحة إن كانت دول مثل الأوروبا و اليابان و أمريكا و إن كانت مؤسسات مانحة و أن نحصل منهم على قروض ميسرة بفائدة أقل بكثير من الفائدة التي كنا ندفعها سابقا على اليوروبوند هذا تحقق بالكامل هاي الجزئية تحققت جزء الآخر كان أنه إحنا أخذنا مجموعة مشاريع يعني كبرى في قطاع المياه و الطاقة و المواصلات هذه المشاريع أخذنا حوالي عشر مشاريع أربعة منهم و يمكن خمسة قبل نهاية السنة هاي يعني بشهر 12 سيتم توقيعها جميعا و الأهم من هذا إيش هم الأربعة الأربعة في قطاع المياه لأنه إحنا المشاريع الكبرى في قطاع اللي إحنا مقبلين عليها ماشي في قطاع المياه في مشاريع أخرى يمكن نقدر أنه نعملها في الأشهر القليلة القادمة في قطاعات عديدة لن أعلن عنها الآن لكن الموضوع المهم أنه إحنا لما كان يجينا مستثمر يقول طب تعالوا يا عمي يعطونا مشروع بتكون تساوه أنتوا عاملين الدراسات نجد أنه إحنا ما عنا دراسات عنا فكرة بدنا خط سكة حديد بدنا موقع كذا بس ما عنا الدراسة الحقيقية لها الآن عنا وحدة للشراكة مع القطاع الخاص ومع المستثمرين تعد هذه الدراسات مسبقا فسيكون عندي رصيد سيكون عندي كم من المشاريع المدروسة اللي بقدر أقل ستعلن عن مشاريع لندن أنه هذا مشروع من مشروع لندن تحقق 1 2 3 4 5 لحجة موصد رقم 10 قبل نهاية السنة سنعلن عن حزمة من هذه المشاريع والأخرى ستكون بالـ 2020 برضو في إطار الأسئلة السريعة بدأ أرجع لأزمة المعلمين وبدأ أسأل كيف تقيم أداء الحكومة في تلك الأزمة أنا أقيم أداء الوطن ككل لأنها كانت أزمة صعبة علينا وكان ضحيتها هو الطالب وبدأنا من مواقع بعيدة ليست متقاربة إطلاقا كانت النقابة تنادي بأرقام وزيادات طموحة جدا ونحن كنا نتحدث عن أهمية ربط الرواتب والترفيع الأداء ومن هذا الموقعين المتباعدين اقتربنا إلى التوافق اللي وصلنا إلىه شهر شهر نعم ليش ما أخذنا طب في عندنا قرار قدرنا أن نأخذ قارب الآخر ليش ما أخذنا من أول ليش تنين شهر أخي محمد إذا كنت تحترم المؤسسات وفكرة التفاوض والخلاف والوصول إلى اتفاق والوصول إلى قواسم مشتركة بين فئات المجتمع والمؤسسات اللي في المجتمع وأن تعي الحكومة أنه إحنا بالآخر الضحية هو الطالب وهو اللي بدنا نركز أنه ما يفقد السنة و بنفس الوقت علينا أن نضيق الفجوة أنه الطلبات اللي كانوا حطينها في البداية ما كان نقدر نقبل فيها إطلاقا لأنه كان في حجمها الكمي الرقمي أو النوعي كان وهم فإحنا بهذا ما سمعطوهم ما يحصل أن تحصل النقابة على أكثر مما طلبت لا إطلاقا لا إطلاقا لا هم يعرفوا هذا الحك و أنت تعرف الشعارات اللي كانت طالعة في البداية اللي بتحكي عن المئة وخمسين في المئة الزيادة و أنا هذا 15 بند بس هذا يسجل و هذه البنود اللي اتفقنا عليها لو فيها بند ليس في مصلحة الطالب و ليس في مصلحة العملية التعليمية ما بنكبل فيها و إحنا هذه البنود توصلنا إليها من خلال ساعات طويلة من التفاوض لأنا بأعتقد اللي طلع فيها الكاسب و الكسبان هو الطالب طيب العلاقة مع النواب بكلمة في دورة أخيرة دائما ما تكون هاي أصعب دورة الحكومة العلاقة مع النواب مبنية على احترام دور مجلس النواب في فصل السلطات هو هذا المجلس يراقب أعمال الحكومة و يشرع و بالتالي إحنا و خصوصا في هذه الفترة ارتأينا مع مجلس النواب أن نتشاور مبكرا و نتحاور حول أبجديات الموازنة و إلى أين أن نريد أن نصل فهي علاقة مبنية على الاحترام المتبادل الفساد وين صار لسا الناس بقولوا حاربوا الفساد يا حكومة حارب الفساد واجه الفساد يمكن أخي محمد ما في يوم أو يومين ما بتطلع أحد العنوين في الجريدة أنه تم تحويل معاملات إلى هيئة النزاهة و مكافحة الفساد أو من هيئة النزاهة إلى القضاء احنا بالسنة الماضي حولنا 38 من ديوان المحاسب 38 إلى هيئة النزاهة و 48 قضية تم تحويلها إلى مكافحة الفساد و جلالة الملك بيقول دائما أنه لا حصانة لفاسة لما بتسمع الأسامي و أنا مع الناس اللي بيقول دائما علينا أن نؤكد أنه كل متهم بريء لتثبت إدانته في ناس يعني بدنا نحترم خصوصيتهم و بدنا نحترم أنه هم أبرياء حتى يثبت عكس ذلك لكن ما في واضح أنه القضايا التي تحال هي قضايا تعني الجميع فليس هناك خطوط حمر ليس هناك محرمات فيما يتعلق في قضايا الفساد والأهم من هيك أنه إحنا صار في مزيد من الاستقلالية لهيئة مكافحة الفساد بموجب تشريعات و قلنا ما في تقادم في الاعتداء على المال العام حتى نكون واضحين هذا فيما يتعلق في الفساد المالي حتى الفساد الإداري كيف التعينات مين بتعين أنا كرئيس وزراء تنازلت عن كل صلاحياتي الشخصية فيما يتعلق في التعيين أنه كان رئيس الوزراء بموجب بنود متعددة بناءً على تنسيب من وزير بنقدر نعين موظفين في الفئات العليا مستشارين بس لس الحكة عن الفساد موجود ما هو هون الآن إحنا بدنا نفرق طيب بدنا نفرق بين الفساد كحديث والله يلعن أبو الفساد والفساد موجود وكله فاسد وكله كذا وكله كذا وهذا لا يسمن ولا يغني ولا بحللنا مشكلتنا وشخص عنده معلومة أو وثيقة بيقدر يقدمها ونأخذ إجراءات عليها أنا أطالب كل شخص عنده معلومة محددة عنده وثيقة عنده إثبات أن يتوجه إلى هيئة المكافحة والفساد وهذه الهيئة حولت في هذه السنة أكثر من ما حولت في سنوات ماضية وإحنا كحكومة أيضا إذا إجتنا أي معلومة سنحولها مباشرة يابتجوا علينا على الرئاسة الوزراء أو على حيئة المكافحة أو الفساد مباشرة لها حل هذا الموضوع بدي أشكرا أكيد بلد الرئيس أنا وقت انتهى شكرا مزين لك على حضورك الليلة وتشريفك لنا في نبض البلد شرفنا بحضورك شرف إليه أخي محمد شكرا لكل المشاهدين اللي صبروا علينا علي وعليك شكرا يا سيد إلى هنا مشاهدين إذن وصلنا لختام حلقة الليلة من نبض البلد نلتقي الأسبوع المقبل تصبحون الفخير ترجمة نانسي قنقر